الحروب التي أثبتت الأحداث أنها لا تحل بأرض إلا وجعلت أعزة أهلها أذلة وأفسدت من البنيان ما لا يمكن إعماره بسهولة فها هي اليمن التي كانت يوماً سعيدة اليوم تعاني كثير من العائلات اليمنية ويلات حرب أحرقت الأخضر واليابس ومأساة تهجير وانزواء عن العالم في جحيم عشوائيات ومخيمات لا تصلح للسكن بأي حال بل وأجبرت آلافاً آخرين إلى افتراش الشوارع وأرصفتها تحت موجات الصقيع والبرد المميت التجاهل والصمت الدولي المخجل لمعاناة اليمن وعدم السعي إلى توفير حل جذري لهذه الشريحة من الناس مع ما خلفته الحرب من فوضى ودمار وقتل وانعدام في الأمن وارتفاع لنسب البطالة والمجاعة زاد كل ذلك من معاناة السكان إلى درجة لا تطاق مشرد حجة وصعدة وعمران واليوم مشرد الحديدة شكلوا أعداداً كبيرة تستدعي وقفة عاجلة وجهوداً عربية ودولية كبيرة لتلبية متطلباتهم فبحسب رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن نجيب السعدي فإن عدد النازحين في محافظة مأرب وعدن وتعز وحجة بلغ نحو مليون وثمانمائة ألف نازح في حين ذهبت تقارير الأمم المتحدة إلى أبعد من ذلك حيث قالت إن مجمل أعداد النازحين من مناطق الصراع في اليمن ارتفع إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نازح وبين مترقة حرب لا تبقي ولا تذر وسندان أوضاع مزرية يعيش مشرد اليمن وهم يرمقون فجر يوم يصلح فيه الحال ويعود اليمن سعيدا كما كان